موسيقى أرحب بكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامج سكورشيت اليوم سيكون في ضيافتنا الصحفي والناقض الرياضي إسهيل الحويك إسهيل حياك الله اليوم معنا في البرنامج وتشرفنا أكيد بتوازك معنا في الستيديو اليوم مهمة جديدة كل حلقة مهمة اليوم أنت مدرب التشكيل الأمثل لكرة القدم العربية خلنا نقول في آخر موسمين نعم هلأ يكار بكرة القدم أنه المهمة الأصعب هي مهمة المدرب ولكن نحن لها معك نشوف شرحية العمان الآن شوية العربة أعتقد الخيارات في بعض المراكز قد تكون محسومة أنت نشوف الكلاسيك تشكيلتك حرفناها 4-4-2 أي دايما 4-4-2 هاي أسهل شيء 4-4-2 الله يتكره بالخير سلمان ميرزا أو دكتور سلمان ميرزا حارس مرمى نادي الشباب يقول لازم تقول 1-4-2-2 أو 1-4-4-2 يعني عشان الحارس فخلنا نبدأ من مركز حراسة المرمى ونشوف الخيارات المتاحة في هذا المركز خصوصا وأنه يعني هناك تفاوت للأمانة في مستويات حراس المرمى عندنا في الوطن العربي السلمان عبدالغفور، ياسين بونو، الشناوي، سعد الشيب، محمد العويس ونواف العقيدي أنا بصراحة رح 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 مباشرة على بونو بسبب الخبرة اللي عنده إياها واختياره أفضل حارس في أفريقيا فبروح على بونو العقيدي ما أخد كتير فرصته أنا وقيابة عن كأس آسيا وحتى سعد الشيب كان مكانا برشم برشم أفضل أفضل الأمان يعني فساعد شكلك مطول على العودة بالنسبة لبرشم بس بدي شير لأنه أخوه كمان بطل العالم وبطل الأولمبي نعم فرح رح رح على بونو بسبب الخبرة اللي عنده إياها نعم وتألقه بقأس العالم كمان إذن ياسين بونو هو حارس المرمى في تشكيلة الكابتن سهيل الحويك ونشوف قلوب الدفاع والخيارات المتاحة في هذا المركز ونشوف الأسامي وقد يعني من نتقرب شوي من المرمى أو مرمى الخصم يبدأ يبرز بعض أسماء المحترفين يعني نتكلم عن قلب الدفاع حسان التنبكتي غانم السايس حجازي محمد سليم فارس علي لبليهي ونايف أقرد أنا بيعجبني لبليهي كتير نعم شخصيته بقارة الملعب أوية فراح روح أول شي على لبليهي إلى جانبه خلينا نروح السايس نعم إذن علي لبليهي وغانم السايس وأنا مستلم رومان رومان طلع اسمه غانم رومان السايس ما رحنا بعيد يعني ولكن فعلا غانم السايس يعني ظهرت شخصيته في كاس العالم 100% أنا طبعا 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 المغرب ويعني كانوا أبطال في الملعب وكان السايس له أدوار فعلية في هذه البطولة المركز أو مركز الظهير الأيمن والأسهامي المطروحة في هذا المركز انتكلم عن أشرف حكيمي بدرو المزراوي سلطان الغنام محمد البريك وسعود عبد الحميد مع احترام الكل كلهم لعبين ذو كيمة ولكن أنا بين حكيمي ومزراوي ولكن بين هات المطاف رح روح حكيمي حكيمي لعب بدورتموند لعب بباريس سان جرمان لعب بالريال كان واضح التأثير مع منضخب المغرب في وطول كاس العالم وبالتالي نعم بروح مع حكيمي وهو أيضا هداف ورائع على مستوى تسديد ركلات الحرف رح روح مع حكيمي أشرف حكيمي الظهير الأيسر والأسماء المتاحة في هذا المركز يحيى عطية الله عبد الكريم حسن فوزي غلام بن سبعيني ياسر الشهراني أو أحمد سيد اليوم 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 إذا بتسألني أنا رح روح مع بن سبعيني عم بقدم أداء رائع جدا في ألمانيا وهو من أبرز اللاعبين الموجود حاليا إذا سألت يوم رح أختار بن سبعيني إذن بن سبعيني وهو فعلا أحد أميز اللاعبين في هذا المركز رغم يعني إذا بنقول يعني ياسر الشهراني وعدوتها من الإصابة صحيح صحيح غيابة يبلمين طبعا يعني تواجد عندنا في الدولة الكويتي ولكن وضع نادي الجهرة كان يعني يعني ككل تعبان يعني بالأمانة يعني هلأ ما أفكر في مشكلة معينة ولكن أنا برأيي لو كان موجود مع منتخب قطر ما بيتفوت بالأسباب نعم إضافة كان ممكن يعطي إضافة وفعلا شفنا قائد مع نادي الجهرة لكن بنهاية نادي الجهرة كانت ظروفة صعبة شوية يبلمين المحاور الدفاعية والخيارات المتاحة في هذا المركز خلونا نشوف خوخي بعلام محمد كنو طارق حامد محمد النني بن ناصر وسفيان مرابط رح روح مباشرة مع لعبين مع احترامة للكل أكيد الخوخي خبرة كثيرة كبيرة في عندك كنو رأى جدا مع منتخب الصعودة النني ولكن اليوم النني لا يشارك أساسيا مع آرسنل رح روح مع بن ناصر الذي يقدم دائرة رأى جدا مع ميلان وعودته من الإصابة بيّنت ميلان بشكل مختلف وهو ميلان صار لك هذا موسم مختلف الميلان وكأنه سيعيد الأمجاد مرابط بتعرف أني اتنين في عندك واحد منشيستر يونايتد واحد وطي سيرك ما بدي سيرك مع أنه أخو شوف وهو حتى هذه اللحظة يعني أنا مرابط تكلمني عن مرابط كأس العالم أقول لك كان أفضل لاعب بكتير بكتير كمرابط في منشيستر يونايتد مو هذا مرابط اللي كنا ننتظر أن نحن نشوفه دعونا نذهب مع ابن ناصر وكنو وكنو نعم إذن ابن ناصر وكنو أحد النجوم السعوديين اليوم في الدورة السعودي أنك تلعب أساسي بس أعتقد الصالة ما هي سهلة طبعا هي صعبة لأنه اليوم أنت عندك بالدورة السعودي في عندك 8 لعبين أجانب والبالسيزن المقبل عندك 10 بس 8 على أرض الملعب سو أي لاعب سعودي عم يقدر يفرض نفسه بأرض الملعب هيدا بدي يكون عامل إنجاز ولكن في مشكلة أنا برأيي براهيم على مستوى المنتخب يعني بكرة روبرتو منشيني كيف بدي يقدر يقيم اللاعبين إذا ما كانوا عم يشاركوا كلهم يعني أنا أستغرب من مسألة أنه لازم يغيم لاعب مثلا للهلال أو غيره يشوف لاعبين في أندية ثانية بس عم قال لك أنه طغيان العنصر الأجنبي على الفراك رح تحد من إمكانية اللاعب سعودي على فرض نفسه وبالتالي على أنه أنت تضخ عناصر جديدة بالمنتخب بس أنا مأكد أنه أكيد منشيني بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم وضع يمكن إلي معين لحل هذه المعضلة لأنه أنا بالنسبة لي أنا بلاقي معضلة لأنه الأهم هي السعودية وأنه مين بس هو السعودي المنتخب ولكن يعني أنا ما أدري منشيني أحيانا يعني أحس أن هذه الأسماء أحيانا وكأنها يعني ما بأكبر الموضوع أقول لي تعالى ولكن وكأنه يستسهل مسألة التدريب في الجول العاسيوية يعني أنت اليوم عندك منشيني بالعالم كله هو أغلى مدرب يحصل على راتب الإختبار الحقيقي أنا برأيي هو تصفيات بطولة كأس العالم وأيضا كأس آسيا يلي رح تقام في السعودية ويعني إن عشنا كأس عالم التي سوف تستضيفها السعودية ولكن ما جرى في كأس آسيا خروجه قبل انتهاء من تسديد ركلية الترجيح لا بدك تتواضع شوية نحن سعودية هذا اللي أنا بقوله يعني وحتى مستوى الفريق يعني أنت زعلان أنت اللي وصلت الفريق لركلات الترجيح بالنهاية صحيح صحيح يعني اليوم لما تكون أنت إيطالي إيطالي مفروض أنت تغرس في أذهان اللي عبينك أول شيء التركيز خصوصا الدفاعي أن تكون متقدمة على كوريا الجنوبية وتتعرض لهدف اللحظات الأخيرة مش مقبولة منك أنت أنت كمدرب كمفروضة الإلي لكي تحافظ على هذا الفوز وخليقون تتقدم في البطولة اللي كانت بمتناوله برأيه يعني سعودي لو تجاوزت مطب كوريا جنوبية ممكن كانت تصل إلى الفاينل نشوف الجانب الهجومي وصناع اللعب والأسماء المتاحة خوخي بوعلام حنبعل المجبري محمد مجدي أملاح سلمان الفرج وأحمد سيد زيزو الفرج مع أنه طارق كمان كافي مشكلة ولكن لاعب خبرة وأنا لو عندي فريق وقالوا لي اختار لاعب عربة سلمان أنا أكيد بختاره المجبري بعضه يعني صغير هلأ راح إلى أشبيليا من مانشستر وينايتد وناحي كان متقلق جدا في بطولة كأس العالم إلى حد أنه لويس أنريكي مدرب منتخب إسبانيا صار يسأل عنه أنه هذا اللعب من وين جاي من جنب قوة فيه ولكن تتراجع وناحي مع أنه انتقل إلى مارسيليا ولكن تراجع شوي مستوي زيزو في عندك أحمد سيد هذا موت خصص نعم مميز بركلة الجساء وأنا بحبك اللاعب باخص تأجل وراك الأطراف أطراف وتذكر أن في أسماء ثقيلة ما طلعت للحين أنا بدي روح مع أناحي أناحي إذن عز الدين أناحي وسلمان الفرج أعز الدين أناحي وسلمان الفرج وروا الاختيارات أو شيء يا كنترول خلع عبد أو شيء يوريك الاختيار ورا الحين الأطراف والأشياء اللي هو طوافها على نفسه حكيم زياش محمد صلاح رياض محرز عبد الرحمن الغريب سعيد بالرحمة وسالم الدوسري ها بناء اتنين الحين أنت عندك خانة رأس الحربة وعندك الخانتين اللي هم النص المتقدم تقدر تغيرهم يعني أنا أربع فيه فيه أربع خانات لك أنا بترح أحسيت أنك تختار أكثر من أتنين أكيد رح أخذ أكيد محمد صلاح يلي شرفنا بأوروبا رح أخذ الدوسري رح يكونوا مكان سلمان ومكان أناحي أناحي وبيخد محرز رغم أنه مع الأهلي جدة مش عجبنا يا محرز كتير ولكن بيخد محرز ما شفت رؤوس الحربة آآ بعض ما الآن أنت عندك ومكانين مكانين خليني أخذ محمد صلاح والدوسري إذن محمد صلاح يمين وسالم الدوسري يسر حلو كتير واضحة ممتازة إذن محمد صلاح وهو نجم العرب في أوروبا حاليا وسالم الدوسري أفضل لاعب في آسيا وهقتني إبراهيم رأس الحرب الخيارات في رأس الحربة ما قدر أقول لك أسهل ترزيقي مونير الحددي شبيب الخالدي عبد الرزاق الحمد لله يوسف النصيري وعمر السومة لك اللي مختار هدول أسماء شخص جدا زكي أنا بصراحة بين بين اتنين الترزيقي ما كتير عجبني بكأس أفريقا بحكي بصراحة بين النصيري والسومة السومة بما أنه لم يجري اختياره مع منتخب السوري للأسف هكتور كوبر اللي كان يداري تفريقك اللي بتحبه نعم فالنسيا انصيري يوسف النصيري أشو أني ما دافعت المدرب وقلت أنه السومة أعلن اتزالت فترح انفضعتني إذا دافعت بيقولون لأنه يدرب فالنسيا عبد الرزاق الحمد لله ويوسف النصيري والمغاربة مميزين في هذا المركز في رأس الحرب 100% طبعا 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 يعني أنا تشكيلي عجبتني ولكن يعني مثلا فيها من مصر مزعلنا المغرب السعودية فيها فيها لكن لاحظ تفوق دول المغرب العربي على دول المشرق وهذا واقع حتى يعني أتكلم عني كأشخاص موكا عنديها كلاعبين فعلا بدليل أن أهما يحترفون عندنا وإحنا ما عندنا لمانع احترف قبل فترة صحيح في الدول المصري ويمكن شو ذكرك فينا للمانع شو ذكرك فينا تجربة فريدة يعني صحيح صحيح أنا برأيي التشكيلة متوازنة و بقتنع فيها أنا مقتنع بالأسماء ممتاز أنا ضرارة أصير مساعد معاك هكذا التشكيل هذه لأنها عجبتني منتعلم منك أنت المدرب شرفت في وجودك معنا شكرا لك سيل على هذه الحلقة كانت حلقة خفيفة وممتعة كمتعة هؤلاء النجوم اللي اخترت كمتعتك معنا في الستيديو شكرا لكم عزائي المشاهدين على حسن المتابعة أترككم برعاية لا أعلم اللقاء فيكم إن شاء الله في الحلقة القادمة اشتركوا في القناة